تخطيط نظام غذائي لمرأة حامل الخطوة الخامسة طباعة التقرير بعد ما عبينا الأكلات لا يوم أو أكثر من يوم أو للأسبوع كامل وبدن نضغط على زر التقرير النهائي بتظهر لنا هاي الشاشة هنا عنا التفاصيل التقرير إيش بدنا نحط بالتقرير معلومات الجدول الحالي هو الجدول طباعة الجدول الظاهرة على الصفحة اللي هو موجود عنا بالخلف فقط من هو تا يوم الاثنين فقط هذا الجدول أما إذا بدي كل الأيام اللي عبيتها بك بضغط على جدول الأسبوع طباعة جميع جدول الأسبوع المخزن على يسار الشاشة الملاحظات إذا عنا ملاحظات للحالة للحامل للوضع الصحي اللي عندها إمساك عندها من حساسيات نصائح الوصفات هون يشمل جميع الوصفات الموجودة بجدول جميع الأيام يعني أي يوم كان فيه أي وصفة بيحطهم كل آياتهم وراء بعض فأنا بدي أطبعهم الثلاثة هدول تخصيص التقرير إعداد هد بيكون على أول صفحة بالتقرير نكتب اسم معدة التقرير أخص أي التغذية فلانة أو إذا بدك تركيها فواضي إذا عدت بتحطي اسمك هون إعدادات الألوان لو الجداو والعنامين الخلفية أنا ما بدأ أغير فيها إشي ممكن تغيروا فيها هون هي إعدادات الافتراضية نفسها نضغط على تجهيز التقرير بيظهر لنا التقرير كامل زي ما بنلاحظها هي صفحة الغلاف عنا اللوغو عنا العنوان نظام غداع للمرأة الحامل اسم أخصائي التغذية لعبنا قبل شوي والبينات الشخصية للمريضة الاسم العمر إلى آخره طبعاً عنا هون السعرات الحرارية وكمية الكربوهيدرات والبروتين والدهون عبارة عن السعرات اللي حسبناهم بالبداية حسب المعادلات لكن في حال لأنه إحنا هون أكثر من يوم عبينا الجدول في حال عبينا الجدول يوم واحد فقط فهو رح تطلع الأكتشول يعني الأكلات اللي احنا اخترناهم همما الأكتشول قدش فيهم سعرات وكم فيهم كربوهيدرات وبروتين ودهون ننزل إلى تحت نلاقي جدوى اليوم الأحد فطور سناك غدا عشا الجدوى اليوم الاثنين من نفس الطريقة النصائح والملاحظات هون الاحتياج اليومي من الماء اللي حكينا عنهم 8 كوب عبارة عن 1920 مليلتر فيه نصائح أخرى النصائح للحامل النصائح للحالة الصحية لأنه عندها أمساك في بعض النصائح لها النصائح للحساسيات لأنه عندها البينات أليرجي برضو شوية معلومات لها الوصفات أي وصفة موجودة حكينا بالجداول رح تظهر وصفة البيض المسلوق وصفة مقلوب ديفريكي بزور الدجاج وصفة سلطة الجرجير والشمندر وصفة البليلة اللبنانية هذول هم مكاملين على جميع الأيام ننتبه أنه ننبه على الزباين أنه يلتزموا بهذه الوصفات حرفيا لأنه القيمة الغذائية والمعلومات الغذائية محسوبة على هذه الوصفات بالضبط ما يستخدموا وصفات أخرى من عندهم يلازم نلتزموا بالوصفات الموجودة والوصفات التي اخترناها هي وصفات المطبوخة بالطريقة الشعبية للمعظم الناس يطبخوا فيها هلأ خلينا نحكي عن كمية الحصة فمثلا في وصفة مقلوب تفريك بصدور الدجاج قلنا حصة هاي المريضة بأول يوم وتاني يوم كانت ثلاثة رباة حصة ثلاثة رباة حصة تفرد هيك بيجرح يظهر على التقرير وبين قوسين تقريبا ثمن الوصفة فخلص أنت بتعطيها الوصفة هاي المقلوبة هاي الوصفة كاملة بتحكي لها يعني أسميها على ثمانية وخدي خدي قسم منهم او مثلا فيه معلومتان انت كأخصة تغزي ممكن تفهميها هلأ بآخر خطوة مكتوب يقدم الدجاج مع الافريكة وفيه ملاحظة هذه الوصفة تكفي سبع أشخاص لكل شخص سبوع كمية الأرز وقطعة من صدر الدجاج هاي لأن احنا اصلا الوصفة هاي مكتوبة لسبع أشخاص بالبداية هاي تكفي سبع أشخاص فهي لو قسمتهم على سبعة لها ثلاثة رباعة لحصة السبعة هاي فتاخد السبوع بتاخد ثلاثة رباعة وقطعة من صدر الدجاج بتاخد ثلاثة رباعة الصدر فبس ضروري كأخصائي التغذية تفهمي المريض هاي الشغلة نطلع لفوق مرة ثانية هيك التقرير جاهز هلا إذا أنا بدي أطبع التقرير وأسلمه للمريضة عندي هون بكبس برينت إذا بدي أبعد نهاية واتسوب مثلا بدل ما أعمل برينت بعمل سيف أز بي دي اف وبسيبها عندي وبعد نهايةها على الواتسوب هيك التقرير لنا جاهز خليني بس بدي أطلع منه أعمل اكس وارجع لهاي الشاشة ونشرح ملف النصائح آخر زر ملف النصائح إذا كبسنا عليه نطلع لنا ملف أو كتيب صغير فيه نصائح للمرأة الحامل وهو زي ملف تثقيفي في معلومات عامة عن الحمل ومراحل الحمل ومشاكل الحمل والنظام الغذائي للمرأة الحامل والعناصر الغذائية التي تحتاجها لحامل أثناء الحمل وغيرها بإمكانكم تعطوه للمرضكة زي كتيب إرشادي وبإمكانكم لا يعني اختياري بس ضرورك أخصائي تغذي تقرأي وتفهمي بشكل واضح وكامل لأننا اعتمدنا المعلومات الموجودة بهذا الملف بشغلنا على الموقع بشغلنا على المشاهدة بشغلنا على المشاهدة